مفاوضات الأيام الأخيرة لإنجاز هدنة قبيل رمضان في قطاع غزة بين سمود المقاومة ورهانات نتنياو عركة حماس أعلنت في بيان لها أن وفدها غادر العاصمة المصرية القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة ولكنها أكدت استمرار المفاوضات لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وأقلت في بيانها أن الوفد غادر القاهرة مع استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني مصدر مصري قال أن وفدها حماس غادر للتشاور حول الهدنة وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم مشيرا إلى أن هذه المشاورات مستمرة بين كافة الأطراف للوصول إلى هدنة قبل حلول رمضان واشنطن كانت جددت أمس موقفها بضرورة إنجاز اتفاق حول هدنة لستة أسابيع تبدأ خلال شهر رمضان وتمكن من صفقة تبادل الأسرة وإدخال مساعدات كافية للقطاع أرحب بضيفي هنا في الستوديو الكاتب والإعلام الفلسطيني أستاذ أكرم عطلة وكذلك من عمان بالكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط أستاذ حسن أبو هنية أستاذ أكرم إذا قرأنا بيان حماس المقتضم الذي يقول أن وفد الحركة غادر للتشاور مع القيادة مع استمرار المفاوضات ماذا يعني ذلك؟ يعني أن إسرائيل تتصلب ولا تبدأ أي مرونة ولا زال وفد حركة حماس يأمل أن تنتهي هذه المفاوضات باتفاق كما تريد الولايات المتحدة لستة أسابيع والذي دفع باتجاه هذه المفاوضات الماراتونية هو البيت الأبيض لديها اعتبارات رمضان الجرع الإيمانية كذا المفاوضات فجرها نتنياه هوم بلقاء باريس واحد نذكر وأرسل موفد من أجل إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الثاني وعاد استلم ردود حماس وكان ينتظر أي شيء ليقول أن حماس رفضت وانتهت المفاوضات وأغلق الأمر بالنسبة لناتنياهو أرضاء لسموتريش بنكفير في المرة الثانية ضغطت الولايات المتحدة أرسلت مدير مخابراتها وليام بيرنز مرة ثانية إلى باريس باريس اثنين وقيل أنه أرسلوا إكراما للولايات المتحدة الأمريكية لكن نتنياهو اعتبر أن الأمر منتهي ولم يرسل وفده للقاهرة إذا لحظت قبل باريس ما استدعى الذهاب إلى باريس بمعنى أن إسرائيل لا تريد مفاوضات ولا تريد صفقة ولا تريد هدنة ولا تريد التوصل طيب ادعاء نتنياهو في هذه الجولة تحديدا أن الوفد تأخرا تتعلم الوفد فقط وصل اليوم الوفد الإسرائيلي وبالسبب هو رفض تقديم حماس لقائمة بأسماء الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة كيف تنظر لهذا الادعاء الإسرائيلي؟ هذا فيه تقليديا معروف أنه هذه معلومات والمعلومات لها ثمن في إطار المفاوضات مع إسرائيل تاريخيا تدرك إسرائيل مش أول مرة بصير عملية تفاوض تمت عملية تفاوض مع حركة حماس وعملية وقلعات شليت نفسه الذي أطلب عندما قالت إسرائيل أننا نريد إشارة حياة على قلعات شليت صورت حركة حماس قلعات شليت وهو يتحدث وأطلق صراح النساء الفلسطينية بمعنى أنه تدرك إسرائيل وحزب الله أيضا قال أي معلومات هي طيب هذا جانب لكن الجانب الآخر يتعلق بالوضع هذا الوضع غير مسبب في قطاع غزة لا أيام شليت ولا قبل شليت ولا حتى أيام الاحتلال ولا الانتحاضة الأولى حماس تقول الآن عمليا غير ممكن لها أن تعرف أسماء أو تجمع أسمائهم دون وقف اطلاقنا نحن نقرأ الطلب الإسرائيلي اللي هو عبارة عن مماحكات نفند إسرائيل أنه هذه المرة تطلب طلب هي تدرك أنه ما كان بمر في المرات السابقة بمعنى أنه هي فقط تفشل هي تطلب مطالبات مستحيلة بدها أسماء الأسرة من أحياء أو أموات هذا معروف أنه بثمن لا تريد أن تدفع ثمن هذا بثمن لا تريد هذا يقول أنه إسرائيل هي مجرد إدراكنا وفد حركة حمال ذهب قدم طلباته ثم عاد مرة أخرى وأبدى ما يكفي من المرونة وفد إسرائيل لم يذهب لم يقدم أي من المرونة لم يكن يريد الذهاب أصلا قال أنه ذهب إكراما للولايات المتحدة لم يذهب للقاهرة هذا يعني أننا أمام وفدين وفد يريد مفاوضات وفد لا يريد مفاوضات وفد يريد صفقة من يتحمل مسؤولية الفشل دون أن نعرف التفاصيل مش عارفين التفاصيل في تضارب الأنباء لكن المناخات العامة ووضعية الوفود ورغبتها بندرك أن الإسرائيلي لا يريد مفاوضات ولا يريد صفقة أستاذ أبو هانيا كيف تقرأ هذه الجولة التي انتهت اليوم بمغادرة وفد حماس للتشاور مع قيادة الحركة أنا أعتقد هذا واضح أن هناك صراع إرادات بمعنى أن الحكومة الإسرائيلية بالتأكيد وما يسمى الوسطاء عن الولايات المتحدة الأمريكية شاهدنا رد فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يمثل الجانب الإسرائيلي تماما بمعنى هو يقول بأنه كأن الحكومة الإسرائيلية قدمت تنازلات وأن على حماس أن تقبل بهذا المقترحات وأن الكرة في ملعب حماس طبعا هذا كل كلام يعني يجافي الحقيقة تماما هو تحاول أن تأخذ أكبر قدر من المكاسب دون تقديم أي تنازلات حقيقية بمعنى مطالب حركة حماس هي مطالب بدهية طرحت في باريس وهي مطالب يعني عهودة النازحين قضية وقف العدوان قضية التبادل كل هذا أعتقد يعني يدخل المساعدات لا يوجد هناك مطلب غريب أو عجيب في هذا المطالب لكن هناك عملية محاولة كسر إرادات وأعتقد أن حكومة نتنياهو وهذه حكومة يعني يمينية ومفطرة فاشية ولا تجد يبدو أن الضغوطات حتى من أهالي الرهائن ليست كافية لم نرى أن هناك حشود كبيرة يعني عجزت حتى عن يعني عملية تعبئة لعملية فرض مثلا عملية تبادل أسرى بشروط حركة حماس وبالتالي لا أعتقد أن هناك ضغوطات حقيقية لا من قبل الداخل ولا من قبل الولايات الأمريكية وبالتأكيد حتى الوسطاء تصر إسرائيل على التعنت فيما يتعلق بجانبين الانسحاب من قطاع غزة والسماح لسكان قطاع غزة وخاصة في الشمال بالعودة إلى منازلهم معظم تصريحات قيادات الحركة تصريحات بعض المسؤولين المصريين تشير إلى أن التعنت الإسرائيلي يسوب في هذين الجانبين في هذه المرحلة بدأي أعتقد هذا ببساطة لأن هذا الكيان لاحتلال الإسرائيلي المدروم بشكل مطلق من قبل البيئات الأمريكية عسكريا وسياسيا معاطفيا وحتى من قبل المفاوضين العرب لبما يتضغط على حماس يعني لم تحقق أي هدف بعد أكثر من خمس أشهر لا يوجد هناك يعني لم تفضي هذه الضوطات العسكرية لا إلى تحرير الرهائن ولا إلى يعني على الإطلاق القضاء وتفكيك حركة حماس كما يعني هذه اللازمة التي نسمعها كل يوم لم تحصل على الإطلاق وبالتالي لا يوجد هناك أي تحقيق لنصر بل على العقس هناك نوع من الهزيمة الاستراتيجية يعني بعض الانتصارات التكتيكية هذه يعني حتى لا الأهداف المعلمة بقضية تفكيك حماس وقضية استعادة الرهائن ولا قضية التهجير وحتى مع كل الممارسة من عملية التجوير وعملية يعني استخدام كل وسائل الإبادة لم تفلح بتحقيق أي أهداف إذن إسرائيل بعد خمس شهور لا يسال هذا القلق الوجودي بالعكس تعظم تعظم كثيرا لأنه فعلا يشعر بأنه فعلا لم يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز وللأكتب الأمريكية تعطيه لكن لديها حساباتها الأخرى إقليميا أو داخليا تخشى أن الأمور تهده وربما تخشى في رمضان الآن أستاذ أكرم حماس قالت أن وفدها ذهب للتشاور برأيك ما الأفكار ونحن نتحدث بالتوقعات فيما يتعلق في موضوع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وعودة السكان إلى منازلهم ما الأفكار التي يمكن أن تناقشها أو تتشاور بشأنها حماس في هذا الجانب يعني التشاور حول الموضوع أنه هل قدمت ما يكفي هل هناك متسع لمزيد من المرونة لمعنى أنه هناك مطالبات بالتأكيد أنا أتوقع أنه الساعات القادمة ستشهد ضغطا أمريكيا هائلا على الطرفين على إسرائيل واليوم قبل قليل طلب البيت الأبيض وهي رسالة لإسرائيل طبعا بعد كل الرسائل السابقة بتزويده قائمة بشحنات السلاح التي تذهب لإسرائيل في تدقيق معين وكأن إسرائيل الولايات المتحدة تقول لإسرائيل عليكم أن تقبلوا الصفقة نحن الذين نموّل حربكم بدوننا لا تستطيعون الاستمرار يعني على شو بتتنططوا يعني وهي تدرك أنه نتنياهو يعمل بعكس يحرج الرئيس بايدن يريد أن يسقطه ويعمل عكس المصالح الأمريكية وعكس الطلبات الأمريكية ومن جانب آخر ضغط أيضا عن الوسطى ليضغطوا على حركة حماس ما الذي يمكن حماس أن تقدمه أكثر مما خدمت؟ لا نعرف التفاصيل حتى الآن إلى أين وصلت الأمور كل ما يصدر هو تسريبات لم يجري التأكد من دقتها لأنه تقول حركة حماس شيء يخرج من يمينة والإعلام الإسرائيلي يقول شيء آخر أنه هذا لم نطلبه القيادة في حماس ساني أب زهري قال في تصريحات لرويترز اليوم أن إسرائيل ترفض مطالب حماس بوقف العدوان والانسحاب وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين يعني هذا يتقاطع مع تصريحات سابقة حول موضوع عودة النازحين على الأقل في هذه المرحلة والانسحاب الكامل الوقف العدوان حسب ما نعرف أنه الحديث عن وقف مؤقت ترفض إسرائيل نعم ترفض إسرائيل وقف كامل للعدوان وجرى حديث أنه حماس حتى أمريكا لا تتحدث عنه نعم وجرى حديث من يومين أنه حماس موضوع الوقف النهائي للعدوان تراجعت عنه هي باتت تدرك أنه نحن أمام تهدئة أو هدنة لمدة ستة أسر هي تأمل أن تتوّل إلى وقف الأقل؟ نعم نعم المرحلة الثانية والثالثة وتمتد هذه المرحلة الأولى على الأقل والمفاوضات على المرحلة الأولى وبالتالي الحديث عن وقف نهائي لإطلاق النار ووقف عدوان نهائي هو سابق لأوان لهذا بعض المعلومات بحاجة إلى تدقيق حجم المقخ في تضارب عالي إذن على ماذا نتحدث في هذه المرحلة؟ نا أقدر أنه الإسرائيلي يضع العصي في الدوليب وهو يحرج حركة حماس ومثلا فيه شرط أو طلب أنه طيب أنت أنهيت معاركك بالمنطقة الشمالية مش هيك؟ بتجوّع الناس ليش؟ ترفض دخول المساعدات ليش؟ طيب عودة الناس وين فيه منطق بموضوع؟ شو في المنطق الإسرائيلي غير السوي غير السوي وعارف شو بعمل أنه نحن نوافق على عودة الناس إلى الشمال معدل كل يوم 500 عائلة 500 عائلة يعني كمس تلاف عشر فيها يعني ألف وخمسمية بشهر ألف وخمسمية بشهر ثلاث تلاف بستة سبير يعني أقل من يعني ندخل ألف يعني عشرة في المية من المواطنيين بالشمال هذا مش مفهوم شغلة تانية مش مفهومة أنه نحن ندخل الأطفال والنساء وسن التجنيد هو الشعب الفلسطيني فيه تجنيد عشان يجل حديث عن سن التجنيد بعدين من 17 ل 60 سنة بعدين بننزل من 17 ل 50 سنة طيب هو أي أم عندها ابن عمره 18 سنة 19 بدأت تركه فرفح وتروح مع أطفالها وتترك زوجها وابنها هذا يعني وفيش ضمانة مع إسرائيل ثقة ألا يتحول هذا إلى دائم أن تبقي على الإنقسام وبالتالي ولا عيلة حتروح بمعنى أنه بدوش يروح هذا رفض غير مباشر لموضوع عودة النازحين طيب هذا مش منطق كله وهل تعتقد أستاذ حسن أبو هانية بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدرك هذه المماحكات الإسرائيلية والشروط التعجيزية والسؤال لماذا تمارس الضغط فقط على حماس على الأقل تصريحات المسؤولين الأمريكيين أمس بايدن وكيربي تقول أن تحديدا كيربي قال أن إسرائيل دخلت المفاوضة بحسن نية والآن المفروض حماس هي أن توافق على هذه الهدنة كيف تنظر لذلك؟ نعم لأن الولايات الأمريكية هذه هي حربها منذ اليوم الأول يعني هي ليست لم تكن لا مع حماس ولا مع الشعب الفلسطيني طوال هذا التاريخ الممتد في دعم الكيان الصغيوني وبعد السابع من أكتوبر عامية الطفل الأقصى أصبحت الأمور أكثر وضوحا بمعنى القضاء على المقاوضات الشعب الفلسطيني والإتيام بحكومة تكنوطراط عميلة إعادة تدوير كل هذه المسائل هو الهدف الأمريكي وبالتالي استعادة الرهائن وقضاء على مقاومة حماس هذا هو هدف أمريكي لا خلاف لا هو من هي تصنف حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بكل أطيافة حتى مؤسسة مجتمع المدني كمنظمة أو كجماعات إرهابية وبالتالي الولايات تحت الأمريكية لم تكن في يوم الأيام موسيط نزيه هي كانت شريكة لهذا الكيان وهي أرادت أن تطوع المنطقة بالكامل الشرق الأوسط لمصلحة هذا الكيان الاستيطاني الاستعماري وبالتالي هم شركاء يعني في هذا السوء يعني ساهدت أنت هذا الاستخفاف يعني بالشعب الفلسطيني وبدماء الشهداء أكثر من 31 ألف شهيد أكثر من 72 ألف جريح تدمير هذا القطاع ويخرج الرئيس وهو يتناول آيس كريم ويتحدث عنه كأن هناك يعني في نزهة الرجل وكيربي يقول عن إسرائيل بحسنية يعني أي حسنية عندما طيب إذا كان لديها حسنية لماذا لا توقف القتال يعني بالأساس من الطرف الآن الذي يملك النار يملك القوة يملك البطش لماذا لا يطلب وهو سؤال لماذا لا يطلب من نتنياهو أن يوقف الحرب وأن يبدي مرونة لأنه يدرك هو أعطى مهل تتذكر عندما بدأت يعني العملية في الطفان الأخصى وبدأت عملية القصد كانت هناك مهلة من قبل أمريكا لمدة يعني شهر ثم شهرين حتى نهاية العام وبالتالي كانت المهل تعطى لهذا لأنه كان هناك اعتقاد لدى الولايات الوحدة الأمريكية وحلفاها حتى من الأنظم الاستبدادية العربية وأهل الكيام الاحتلال قادر على تفكيك المقاومة في غزة وعادة احتلالها خلال أيام أو خلال أسابيع أو أشهر يعني على أبعث شهرين هذه الحسابات لم تفلح وهذا أحد أهم الخلافات بين الولايات الوحدة الأمريكية والكيام يعني المصطنع بشكل واضح يعني كما تحدث لويد أوستن وكان يخشى على إسرائيل أن تحدث أن يتحقق لديها هزيم استراتيجي بمعنى أن كل هذه العمليات بكي الوعي الشعب الفلسطيني وجعله يعني ينفر أو يا أنفض عن دعم المقاومة وهذه الحاضنة الشعبية لم تنجح على الإطلاق وبالتالي كان ينصح بالتكتيكات مكافحة تمر وتقليل من قتل القتل المدنيين ما يسمى نوع من العمليات الجراحية وبالتالي اختلاف التكتيكات لكنهم متفقين على هذا الهدف لكن الولايات الأمريكية أعتقد أنها ربما الضغوضات مشاهدة في البحر هي شكلة تحالف لم تنجح في جلب أي دولة مهمة في المنطقة يعني للإمارات ولا السعودية فيما يسمى تحالف الازدهار الحوثيين منفذ هجمات واليوم منفذ هجمات الأمور قد تنهار تعلق بالجبهة الشمالية قد تأمور في خلال رمضان تنتقل إلى الضفة الغربية الأنظمة العربية الإسلامية تضغط إذن هناك ضغوطات على هذا لكن حتى الآن لا نسمع إلا ضغوطات إلا على الحماس أستاذ أكرم إلى أي مدى تعتقد بأن بايدن يمارس ضغطاً الآن على قطر وعلى مصر للضغط بشكل مباشر على حماس من أجل القبول بهدنة بأي شروط إسرائيل أنا أعتقد ذلك لكنه فيه ضغوطات فيه ضغوطات أنا قلت على إسرائيل وعلى حماس لكن حركة حماس ليس هناك خط مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هناك دول وسيطة هي قريبة إلى حركة حماس على تواصل يومي مع حركة حماس قيادة حركة حماس المتواجدة في دولة عربية وبالتالي من الطبيعي حتى أنه تسرب أحد الأخبار لا أعرف مدى مزاقيته أنه يمكن إذا ما استمرت حماس بتصلبها يمكن أن تطلب الولايات المتحدة الأمريكية مغادرة قيادة حماس أن تطلب من دولة عربية ألا تضمن بقاء قيادة حركة حماس وبالتالي وقصود الدوحة وبالتالي هذه الضغوطات تهديدية توجهها الولايات المتحدة رفع مستوى التهديد للدول الصديقة لحركة حماس بمعنى أنه ذاهب الولايات المتحدة تريد تهدئة هدنة في رمضان بأي شكل لديها تقارير عن أثلاث دوائر كل الثلاث دوائر تشكل خطرا بالنسبة لها الدائرة الأولى الضفة الغربية الضفة الغربية مهتمة جدا بالضفة الغربية حتى قبل الحرب عمنات قمتين العقبة وشنم الشيخ لا تريد أن تنفجر الأوضاع التقارير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتحدث عن انفجار قادم في رمضان الدائرة الثانية دائرة العالمين العربي والإسلامي واللي بتعتقد أنه ستتحول الجرعة إلى غضب مش راح تثمل الناس منظر الأطفال والشهداء هيك تعتقد الولايات المتحدة على الصحور والفطار طبعا أنا بالنسبة لما نحتمل خمس شهور هذا المشهد مش راح يغير فيه لرمضان ولا شعبان لكن تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية ولديها قارير تتحدث الدائرة الثالثة هم مسلمون الولايات المتحدة الأمريكية وهم ناخبوه البيت الأبيض وبيدن رمضان لن يمر بهدوء بالنسبة وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأ فيها الموسم الانتخابي لأنه يؤثر ذلك على صورة بايدن أمام ناخبه من الشباب الديمقراطيين طبعا 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 في شوف ما حدث في المشيغن إشي كبير وكبير جدا اللي حدث في المشيغن إنه ذهبوا الانتخابات الداخلية بالحزب الديمقراطي وكانوا بدهم صوتوا بورقة غير ملتزم كانوا يأملوا يطمحوا بالوصول إلى عشرة ألاف صوت سيعتبروا أن حملتهم ناجحة فوجوا بمية وتسعة ألاف صوت وستمية بمعنى 11 ضعف من ما اعتبروا خط النجاح الأسوأ بالنسبة لبايدن الذي فاز بمية وخمسين ألف صوت على ترامب وترامب فاز بخمسة عشر ألف صوت في مدينة زي ميشيغن تحدد من هو الرئيس تقليديا معروف من يفوز بميشيغن يأخذ الرئاسة الذين جاءوا أصلا التصويت للحزب الديمقراطي أقل بثلاثمائة ألف من المرة السابقة وبالتالي هو أصلا عنده كارثة عندما يضاف إليها المية وتسعة ألاف صوت مية وعشر تلاف صوت أن تتحدث عن كارثة الحزب الديمقراطي أضاءت الأضواء الحمر في مؤسسات الحزب الأمر ليس بهذه السهولة الانتخابة تقترب الخامس من نوفمبر الثلاث الكبير بدأوا يسمونه ثلاثاء الانتقام سينتقمون من الرئيس بايدن هذا بالنسبة له مؤثرة ومهم جدا سيد أبو هنيل الضغوط التي تتعرض لها حماس بالتأكيد كبير جدا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي مدى يمكن أن تقاوم حماس هذه الضغوط في ظل تصريحات واشنطن المستمرة أن الكرة في ملعب حماس لإبرام الاتفاق لا أعتقد حركة حماس مدركة كل هذه الضغوطات وتعرف طبيعة هذه الضغوطات وبالتالي لا أعتقد بأنها أعتقد أن أكثر الناس ربما على خلاف ما يفكر كثير من الناس أكثر ناس اطمئنانا وأكثر الناس تصلبا وفهما لهذه القضية هي حركة حماس وبالتالي لا أعتقد أنها في وارد تقديم تنازلات لأننا تعلم أن هناك حرب استئصال وهناك رسائل حتى محلية من العالم العربي شاهدنا مصر كيف تقوم في هذا الوقت العصيب بإصدار أحكام بإعدام لقيادات الإخوة المسلمين وبالتالي هناك رسالة على استمرارية صفقة القرن وقضية اتفاقات الإبراهيم وتكبيل هذا التحالف الذي يريد أن يكون يعني استراتيجي بينها هذا الأنظم الاستبدادية وإسرائيل وأمريكا وبالتالي لا أعتقد أن حركة حماس يعني الآن حركة حماس واضحة أنها هي علاقتها يعني إضافة إلى الأسباب التي تذكرها الأخ أكرم عطلة وهي بالتأكيد ينفجار الضفة المحيط العربي الإسلامي لكن الأهم هو محور المقاومة حركة حماس يتشاهدنا اليوم كيف يتحدث الحوثي ويتحدث عبد المريك ودلدين الحوثي أن القرار مرتبط ليس فقط لحماس بل بالقسام تحديدا هي التي تحدد وقت هذه المعركة ولذلك أعتقد في رمضان ليس فقط الخوف من انفجارات لذلك الخوف من أن المقاومة يعني هذا تحديدا دعني أسألك عليه بشكل مركز القيادة في القسام قال في تصريحات للجزيرة أن حركة أنصار الله أرسلت طلب للقسام حول رأيه بشأن وسطات لإطلاق صراح تاقم سفينة محتجز لدى الحوثيين ما مدى تأثير ذلك على الضغط الذي يواجهه الرئيس بايدن لإنجاز هدنة يعني الملف التسع الآن الصورة تظهر وكأن حتى المحتجزين لدى أنصار الله أصبح موضوع إطلاق صراحهم مرتبط بموافقة القسام هذا صحيح وأعتقد كثير من الناس ينظروا هناك محور مقاومة صحيح مدعوم من إيران لكن أعتقد بالذات حركة أنصار الله الحوثيين عبد ملك الحوثي أعتقد أنها تتمتع بك استقلالية كبيرة هي ربما حتى أمريكا تدرك بأنه يمكن هي تريد أن تضغط على إيران فقط في قضية التسليح ولكنها لا تمتلك الضغط بالكامل ولذلك الرؤية لدى جماعة الحوثيين في اليمن واضحة جدا وأعتقد أنها مرتبطة فعلا بقيادة القسام عندما تتحدث عن هذا الأمر ليس مجرد دعاية إنما فعلا هي أطلقت 96 صاروخ والآن هي يعني تسقط صفن بطائرات مسيرة وفي صواريخ باليستية وبالتالي وصلت إلى أيضا صواريخها إلى إيلات إذن أعتقد أنه فقط إذا نظرنا إلى محور البحر الأحمر ومضيق باب المندب وسلوك الحوثي سوف نرى بأن خلال شهر رمضان إذا لن تتوقف سوف الأمور تصبح أكثر تعقديدا وأعتقد أنه عبجبها الشمالية وحتى المقاومة في العراق وسوريا الأمور ستتدحرك وبالتالي أعتقد أكثر مما يوخيف وهذا بالتأكيد إذا تم التفاعل مما يحدث في الضفة الغربية وفي العالم العرب والإسلام وفي الرمضان يصبح هذا خليط أو مزيج متفجر وبالتالي أعتقد الأمور أصبحت واضحة وهذا فعلا ما تدرك الولايات التحدة الأمريكية وهي ما يدرك نتنياهو لكن نتنياهو يريد أصلا منذ فترة منذ بلاية الحرب أن يورط الولايات التحدة الأمريكية في الخلاص مما يسمى محور المقاوم بالكامل وإيران وهذا تدرك الولايات التحدة الأمريكية مخاطر الاستراتيجية بشكل كبير وبطيئة هي ستمارس طغوضات أعتقد يوم الأحد القادم عندما تعود المحادثات مرة أخرى ربما سنجد هناك تنازلات قليلة وهنا أسألك هل مازال وقت الحديث عن هدنا قبل رمضان رمضان من المتوقع يكون يوم الأثنين القادم بعد أربعة أيام هل هناك وقت لجولة مفاوضات إذا كان الأمر يتعلق بيوم واحد هو يوم الأحد هو شوف يعني علينا أن ندرك يعني دعنا من الصفقة الكاملة لكن حتى لو تتم هذه أعتقد أنه ممكن بالتأكيد يوم الأحد أعتقد الأمور قد تحدث لكن إذا لم تحدث لكن هل أنه حكومة نتنياهو تستطيع أن تقوم بذلك يعني باشتياح رفح مثلا خلال شهر رمضان لا أعتقد ذلك حتى لأغراض داخلية وحتى لأغراض يعني لوجستية وأغراض من قبل الوياق التحدى الأمريكية لن تسمح أن يتم الأمر خلال شهر رمضان وإلا الأمور أعتقد ستنفجر والأمور المنطقة قد تنهار باتجاه حرب إقليمية أعتقد أن هذا أمر يعني لن يعدل كثيرا ولكن من الممكن فعلا للأحد أن نتوصل لكن حتى لو لم يتم التوصل إلى هدنة لا أعتقد أن السلوك الإسرائيلي سيكون في خلال شهر رمضان أو باتجاه اجتياح مثلا لرفح أعتقد أنه سيكون هناك تنازلات إسرائيلية لكن بالتأكيد أن هذا الكيان يشعر بأنه يتعرض لهزيمة استراتيجية وبالتالي يحاول أن يكسب الوقت وأن يجلب الوياقات الأمريكية معه إلى أبعد مدى ممكن شكرا جزيلا لك الباحث في شؤون الشرق الأوسط حسن أبو هنية